ببقات الورود وإيقاد الشموع يترحم المواطنون بوس على الصحفي إيغور كورنيليوكوى مهندس الصوت أنتون فولوشين الذين قتل في قصف مدفعي شرق أوكرانيا قامت به القوة الأوكرانية صور بعض ما حدث التقطها المصور فيكتور دونيسور الذي كان ضمن الطاقم الصحفي بوسي ونجى بأعجوبة وقال لم يقع القصف بالصدفة بل كان عملية مقصودة من طرف القوات الوطنية الأوكرانية كل من المراسل ومهندس الصوت كان يحملني رمز مؤسستهما التلفزيونية في العاصمة الموسكو التزم النواب في مجلس الدوم بدقيقة صمت ترحما على الفقدين فيما طلبت وزارة الخارج يابوسيا كييف بإجراء تحقيق موضوعي في مقتل مواطنيها ومعاقبة المسؤولين عنه